شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي الذي نفده أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ونقش الفريق أسامة عسكر القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية التعامل مع المواقف الطريقة طبقا للمتغيرات المختلفة خلال مراحل المشروع مشيدا بالجهد المبدولي والمستوى الراقي الذي ظهرت عليه كافة العناصر المشاركة وفقا لتخصصاتهم المختلفة